بسبب استمرار الحصار البري والبحري على اليمن من قبل سلطات العدو السعودي تستمر معاناة اليمنيين وتتعدد صور المآسي الإنسانية صمت دولي مريب مطار بيشا يختصر تلك الصور الإنسانية وتفضح جرائم واستكبار قوى العدوان إلى التفاصيل لا يزال المسافر اليمني من وإلى اليمن يعاني الأمرين بسبب إجراءات الرقابة والتفتيش التي يفرضها العدوان السعودي واستمرار حصاره الجوي والبحري والبري على اليمن ولا تزال أساليب الاستفزاز المتعمد من قبل جنود العدو السعودي أثناء تفتيش المسافرين في مطار بيشا لا تزال مستمرة أيضا تستمر الرحلات لأكثر من 15 ساعة يقضي فيها المسافرون أوقات صعبة وتحت حرارة الشمس في انتظار استصدار قرار من سلطات العدو السعودي في مطار بيشا يسمح للطائرة بمواصلة سيرها إلى صنعاء ولا تتوقف معاناة المسافرين اليمنيين في مطار بيشا فحسب بل إنها تستمر وتتكرر حتى في مطارات أخرى كمطار القاهرة مثلا الذي أصبح نسخة أخرى من مطار بيشا في طريقة تعامل السلطات المصرية في المطار مع المسافرين اليمنيين إنها معاناة تمتد بطول المسافة التي يقطعها المسافر للعودة إلى اليمن لكن لحظات الوصول تجعل المسافر ينسى كل اللحظات الحرجة التي مر بها أثناء الرحلة فرحا وابتهاجا بالعودة إلى أرض الوطن ترجمة نانسي قنقر